لدى استقبال سموه لسفيري خادم الحرمين شريفين لدى مملكة البحرين أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن عياد المملكة العربية السعودية الشقيقة هي أعيادنا وفرحتنا بعيادهم كبيرة لما يجمع بيننا من ترابط أخوي وعلاقات متينة فيما نقل السفير السعودي لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات أخيه خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتقديرهما للمشاعر العميقة في معانيها التي يكنها سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقاصة الإيضابية صباح اليوم سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة والذي سلم سموه دعوة لتشريف الحفل الذي تقيمه سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بمواقفها الحازمة ووقفتها القوية مع أشقائها وأخوانها نجحت في الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الأمتين العربية والإسلامية وقادت مسيرة العمل العربي والخليجي بكل حكمة واقتدار رغم شدة التحديات التي تمر بها المنطقة وضف سموه أن مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومن سبقه من حكام آل سعود الكرام ستظل شاهدة أبدا الدهر على قيم الشهامة التي تميزت بها المملكة الشقيقة التي لا تتأخر مطلقا في الوقوف إلى جانب قضايا الأمة العادلة وأكد سموه أن ما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة من تقدم ونماء ومشروعات تنموية واقتصادية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم من ولي عهده يشكل مصدر قوة لجميع شقائها بما حباه الله به من دور مؤثر في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي وعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ترحيبه بالدعوة للمشاركة في احتفالات السفارة بالعيد الوطني السعودي مؤكدا سموه أن علاقات المحبة والتعاون الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ترتكز على جذور عميقة من المودة التي ترسخت عبر السنين في ظل ما يجمع بين البلدين من وشائج قربة ومصاهرة وتوجه سموه بالتهنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود والشعب السعودي الشقيق بمناسبة هذه الذكرى السعيدة من جانبه عرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز علاقات المحبة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا أن سموه يحظى بمحبة كبيرة في قلوب الجميع كقيمة عربية وخليجية لها أساماتها البارزة ومواقفها الصلبة في مواجهة كل التحديات التي تحاول النيلة من أمن واستقرار دول وشعوب البنطقة وأكد أن العلاقات البحرينية السعودية تشهد تطور مستمرا وهي علاقات تقوم على المحبة والأخوة التي تزداد رسوخا عبر السنين مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في شتى المجالات